اشتركوا في القناة الحديثة من فيلر بوتوكس وأغراض للإستخدام أو القيام بهذه العمليات سواء الجراحية أو الغير جراحية كل هذه التفاصيل طبعا مع ضيتي اللي بسعدني أرحب فيه الدكتور عادل عصفور أخصائي أنف وأنف وحون جريس سعد صباح دكتور أهلا وسهلا فيك سعد صباح المشاهدين بسعدني أكون معكم اليوم أهلا وسهلا نورتنا يا دكتور الله يخليك دكتور يعني بداية أننا نحتف عن موضوع لنحكي رائج بشكل مش طبيعي بين الصبايا وشباب موضوع العمليات تجميل الأنف أو تصحيح الأنف أم تم نحكي دكتور عملية تجميل الأنف أو تصحيح الأنف إيش الفرق بينهم؟ هو بشكل عام كله تصحيح الأنف تصحيح الأنف سواء للرغبة الجسدية بمعنى الوظيفة أو للغرض التجميلي الجهتين صح الجهتين بيكملوا بعض ما فيك تفصل الجزء الوظيفي عن الجزء التجميلي وإذا فصلت بتسوي مشكلة فعمليا تصحيح الأنف الناس اللي بتيجي هي بتستغل حاجتها للناحية الوظيفية وبتقول أنه أنا كمان الناحية التجميلية حابة أنه لو يكون مثلا بهاي الطريقة عادة معظم حالاتنا هي حالات تصحيح الأنف عشان هيك نسميها نوز ريكونسركشن وحتى بمصطلحة الأجنبي السيبتوراينو بلاستي هو تصحيح الوثيرة الأنفية مع تصحيح هيكل الأنف الخارجي وهذا طبعا الشق الجراحي منه هلأ إذا نحكي أو ننتجها على موضوع الشق التجميلي منه ممكن نستخدم الفلر ممكن نستخدم البوتوكس ممكن نستخدم الخيوط فيه تقنيات كتير اليوم رائجة خلينا أقول وصفت رائجة في كل العالم مش بس في فلسطين إحنا في فلسطين بلشنا نشوف هاي الحالة أو الظاهرة من جديد ولكن هاي موجودة من القديم في بعض الدول تشتهر بهذا الموضوع مثلا نشوفي إيران مثلا نشوفي تركيا لبنان العالم كله بقولك هذا أنف فرنسي هذا أنف آسيا يعني التصاميم معينة دكتور التصاميم معينة قياسات معينة زي ما بتشوفي على الشاشة هي قياسات معينة بما يناسب شكل الوجه وعشان هيك تصحيح الأنف بشكل عام هو الحاجة الملحة للزبون أو المريض قلينا نقول واستغلالها بالشكل المناسب ليعطاء الفرصة أنه يتنفس بشكل أفضل ويظهر بالشكل اللي بيكون هو مرتاح نفسيا فيه دكتور يعني زي ما لاحظنا من كلامك أنه عادة أي مشكلة أو تشوف ممكن نحكي مشاكل الشكل علاقة بتشوهات الخلقية أو نحكي يعني ممكن وجود شيء مرتبطة أيضا بالإشي الصحي أشي أهم المشاكل الصحية اللي ممكن نحكينا أيضا ممكن تكون مرتبطة بشكل المنخار يعني زي ما حكيت أنه أغلب الناس بتكون عندهم مشكلة ولكن بفضله كمان يصححوا أيضا بالمنظر وبالتجميل مزبوط هلأ الأنف ما حدا بيدرك أهمية للأنف إلا لما يعاني من الأنف وكتير هاي سمعتها أنه هذا العضو الصغير اللي إحنا عملية مهم لينو هلأدى إله أهمية الأنف يعني بتشمي يعني بتتنفس يعني بنظم الضغط داخل الرئة يعني بتتخلى عن كتير من بنسميها إحنا ضواهر اجتماعية غير لائقة من المخط من النخط من التكرار التهابات للحل من التهابات الأذن من الضغط على الأذن من ألام الوجه والرأس واحتقال الجوب الأنفية وبالتالي التهاباتها فبالتالي وظيفيا الأنف يلعب دور كتير كبير أي حدا ما بتنفس من أنفه هو بالضرورة سواء آجلا أم عاجلا سوف يعاني من كل هدول اللي أنا حكيتهم سواء على رئتين بحكم أنه هناك مستقبلات خاصة تنظم الضغط داخل الرئتين وبالتالي حالة إشباع بالأكسجين غير موجودة اتنين ضغط على الأذنين ضغط على الرأس واحتقان والتهاب الجوب الأنفية التهاب الحلق المتكرر له علاقة كمان دكتور نعم فبالتالي كل هاي الأمور هي أمور صحية مربوطة بالأنف عادة عن موضوع الشم وتمييز الروائح الذوقية فكلياتها مربوطة كمان بالأنف الأنف يقع في منتصف الوجه فبالتالي أي تغير على الأنف هو يغير شكل الوجه بشكل كامل صحيح تمام هلأ حسب طبعا درجة التغيير إذا كان التغيير بسيط ممكن ما يغير وتحافظ على بلامح الوجه بشكل معتدل إذا كان التغيير كبير ممكن يختلف شكل الوجه كامل ممكن حدا يلاقي كما يعرفك من البقارة الدكتور يعني هل هي الحالة نحكي الصحية طبية أم الدكتور أم برضو المريض هو عملية مشتركة ما بين رغبة المريض وما بين استدعاءها الطبي يعني أنا في كتير ناس بيجوا مثلا بده يصحح أنف وبده يتنفس وهدول مثلا بيكون في عندهم أنف رفيع رفيع كتير لدرجة إحنا بنسميه سلم نوز هدول بيكون في عندنا منطقة بمنطقة مقدمة الأنف بهاي المنطقة الفاصل ما بين الجزء العظمي والجزء الغضروفي هاي المنطقة اسمها صمام الأنف صمام الأنف حالة كتير مهمة ومهملة بمعنى أنه إذا ما كان صمام الأنف فعال شغال البني آدم ما بيقدر تنفس بشكل طبيعي ومرتاح وعلى هذا الأساس بتم أخذ القرار أنه لما بيكون في عنا مشكلة بصمام الأنف إحنا لازم نفتح ونشتغل على هيكل الأنف الخارجي بما أنه إحنا مشتغلين على هيكل الأنف الخارجي السؤال بصفي رغبة المريض هون تدخل هل أنا بحب مثلا إذا كان عندي عظمة عالية كتير بدي أن أزلها شوي أو بدي أعدلها إذا كانت فيها انحراف مرات دواعي تصحيح الانحراف وتهبيط مثلا ارتفاع الأنف كمان تكون بيور يعني بشكل قاطع طبية وليس تجميلية ولكن ناخد دائما بعين الاعتبار رغبة المريض والشكل الإجمالي ما بين قبل وبعد اللي يكون هو كمان راضي عن النتيجة لأنه شغلة كثير مهمة رح ألفت انتباه الناس لها أنه تغيير الأنف أو أي تغيير بالوجه له انعكاسات نفسية هل أنا أتقبل شكلي الجديد ولا لا أتقبل شكلي الجديد وهذا ممكن يدخلنا بمشاكل كثير كبيرة 30% من عمليات الأنف في العالم بتم إعادتها لأنه فيها مشكلة أو فيها عدم رضاء نفسي أو عدم انضباط بشكل الأنف وتتكرر المشكلة دكتور يعني ذكرنا بأنه عمليات تجميل أو تصحيح الأنف فيها نفس المصطلح ما بين تقنيات مختلفة في الأربوطوكس غيرها من الأمور وخيوط وجراحة أمسا الدكتور بيقرر أنه هاي الحالة بدها في الأربوطوكس وتنحل في الأربوطوكس أمسا بتنحل؟ لا بدنا عملية جراحية وإنه لما منحكي عن العملية الجراحية منحكي عن فعلياً بكون في إنحراف وضروفي ولا عظمي أمسا يعني إيش بميز بين الحالات دكتور؟ اللي بميز بين الحالات هو إذا كانت المشكلة فقط تجميلية أنا أنفي شوي هابط من هون عندي عظمة صغيرة بديش إياها بدي الأنف يكون معتدل ودوري هذه الساعة ممكن الفلاري لعب دور مع أنها منطقة خطيرة وفيه إلو مخاطر كثيرة ويمكن مش بصدد إحنا هلأ نستعرض خطورة المواد اللي إحنا نستعملها ولكن أكيد في الشيء يدخل على الجسم ما إلو مخاطر أنا بشوف أنه مخاطر الفلار أو أي مادة تستخدم بتعديل الأنف تعادل مخاطر الجراحة بعيدا عن موضوع التخدير اللي هو عمليا الناس بتخاف منه دائما في تخوف من عملية التخدير ولكن مخاطرها كمان عالية إذا كان تعديل بسيط ممكن الواحد يستخدم شوية فلار يعدل تعطيك نتيجة أنت مرتاحة عليها إذا كان في حتى بعد العمليات بعض الناس بيكون في عدم انتظام في التصاقات في شد من ناحية أكثر من ناحية ممكن نستخدم إحنا الفلار أو نستخدم بعض المواد الأخرى اللي تصحح الأنف تعطيك نتيجة اللي أنت بدك إياها ولكن إذا إحنا بدنا نحكي على موضوع الوظيفة تمام الفلار ليس له أي دور البوتوكس يلعب دور بسيط في بعض العضلات اللي ممكن ترخيها اتحافظ أو ترخي موضوع تصمام الأنف بهاي المنطقة الخيوط إذا كان في عنا أي مشكلة خاصة في موضوع تلدروكينوز اللي هو عمليا هبوط مقدمة الأنف وبالتالي تضيق الصمام فممكن يساعد ولكن أنا ما بحب ما بفضل لأنه ما بتعرف شو ممكن ينتج عنها رغم أنه الجراحة كبيرة ومعقدة وتعتبر أصعب عملية تجميل في العالم إلا أنه أنا بشوفها هي أأمن أأمن على المريض وللمريض من كل الأشياء اللي ذكرناها سابقا إنه إذا صار تنخر بعد الفلر إذا صار أي مشاكل بعد البوتوكس إذا كان بعض الخيوط أنت ما بتقدر تقيمها وبالتالي عندتلك أي تغيير على الأمس أنت ما بتقدر تحلو إلا بالجراحة فيعني أنت دخلت بمتاهة طبعا دكتور أخيرا حبي أنتحدث موضوع مخاطر إهمال نحكي هذا العضل هو مهم جدا كذلك ما حكيت أنه في ناس كثير بتهمل فيكث ناس معتمدة على التنفس على الفم فأشي مخاطر خاصة الناس اللي انصابت بكورونا بيحكي لك أنه أنا حاسة حالي أنه أنا بصدع مستمر حاسة أنه بضوخة يتحدث عن مخاطر إهمال دكتور مخاطر إهمال وظيفة الأنف بتحتم علينا نروح باتجاهات مختلفة على كل ما يتعلق بالأنف الدان ضحية الأنف الحلق ضحية الأنف الجيوب الأنفية والصداع والضغط على العينين وعلى الوجه ضحية الأنف الأسنان وألامها والضغط عليها من الأعلى خاصة ضحية الأنف التهابات الحلق المتكررة ضحية الأنف كثير شغلات ما تتخيل قديش ممكن هذا العضو المهم بالجسم يأثر على كل مناحي حياتك يعني إذا صار عندنا احتقان والتهاب في الجوب الأنفية أنت غير فاعل إذا صار عندنا التهابات في الأذن ممكن نروح باتجاه مخاطر كتير كبيرة من التهابات الأذن وصل للتهابات الأذن الداخلية لا التقيحات لا التهابات الدماغ لا 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 يعني عضو حساس ما أخذ موقعه بمنتصف الوجه يعني مجرد أنت ما تتطلع على حدا أنت أكتر شغلة بتشوفها حتى لو أنت مركز في عيني أنفو صحيح فبالتالي هو فعلا يقع في مركز الشكرا دكتور عدل عصر خصي أنفو أذن وحنجر على كل هذه المعلمات الطبية أهلا وسهلا نور شكرا لك يعطيكو ألف عافية صباح صباح وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لخيتام فقراتنا الطبية حدثنا فيها عن عمليات تصحيح أو تجميل أنفو الدواعي والمخاطر وزي ما أشار الدكتور بضرورة التوجه صباح